كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة الاحتفال بيوم عشورة الموافق غداً الاثنين يوم العاشر من شهر محرم وهو من الأيام المبركة اللي يعني يجب اللي احنا نختنمها به الأعمال الصلحة والصيام والذكر وكل أعمال الخير والبر خلونا نعرف ايه فضل يوم عشورة من الدكتور أسامة فخري مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوافل اللي منورنا فيه للستوديو فيه صباح الخير يا مصر منورنا يا دكتور أهلاً وسهلاً صباح الخير وكل سنة وحضراتكم جميعاً بكل خير وحضرتك بخير أكتر دكتور في البداية عوزين نعرف من حضرتك يوم عشورة فضل هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلى عليه يوم عشوراء هو يوم محفوف بالعطايا الإلهية يعني فيه الكرم الإلهي وفيه الجود الإلهي وفيه النصر والتأييد هو منحة من الله سبحانه وتعالى ولذلك أثمن هذه العبارة التي افتتحت بها اللقاء أن نستثمر هذا اليوم وكلمة الاستثمار أن يشتري المستثمر أصولاً لها قيمة ده تعريف كلمة الاستثمار كده عند متخصصين في التجارة والاقتصاد إلى غير ذلك طيب ليه المستثمر بيشتري أصول لها قيمة؟ لأن ربحها دائماً يعود عليه بالربح الوفير وهي دائماً في ارتفاع يبقى المستثمر بيشتري الأصول اللي لها قيمة علشان الربح اللي بيعود عليه وفي نفس الوقت هي دائماً في ارتفاع إحنا دلوقتي نمتلك هذا الأصل اللي هو يوم إيه؟ يوم عشوراء يبقى مطلوب مننا نستثمر هذا اليوم طيب نستثمر هذا اليوم ليه؟ لأن احنا قلنا أنه فيه كرم إلهي وفيه جود إلهي فين الكرم والجود الإلهي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثى على صيام هذا اليوم وبين قائلاً إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله يبقى لك أن تتخيل هذا العطاء الإلهي العظيم الوفير الذي فيه شيء من تكفير السيئات والآثام والمعاصي التي ارتكبها الإنسان نتيجة غفلة أو نسيان أو وسوسة شيطان أو نفس سنة كاملة لأجل أن يصوم هذا اليوم تكفر عنه هذه الآثام وهذه السيئات يبقى كأن يوم عشوراء هو هدية من الله عز وجل طيب تعالوا نقرب المشهد شوية للمشاهد الكريم هي الهدية بتكون بين طرفين صح والليه مهدي ومهد إليه وتكون الهدية بالنسبة للمهد إليه تعبيراً عن قيم التقدير والاحترام والتبجير وما شابه هذه الفضائل وتكون الهدية من المهدي بناء على طاقاته وقدراته وإمكاناته وما يحمله من محبة للمهد إليه طيب أنا واحد جايب لهدية اللي انفعالي النفس الطبيعي لهذه الهدية إن أنا أستقبلها بالفرح وبالسرور صح ولا لا ثم سوف أكون متشوفاً لأن أفتح هذه الهدية وغالباً سأجد فيها شيء يدخل علي السرور والفرح يوم عشوراء هدية ومش هدية من حد عادة هدية منين من الله سبحانه وتعالى يبقى انفعل حضرتك أن تستقبل هذه الهدية بالفرح والسرور افتح بقى الهدية فيها تكفير السنة التي قبل يبقى على طول أنا أشتغل واستثمر هذا اليوم حتى أنال هذا الثواب العظيم الذي نص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دا رقم واحد يوم عشوراء يوم محفوف بالخير محفوف بالعطايا الإلهية محفوف بالكرم والجود الإلهي فيه تكفير السنة التي قبل طيب يوم عشوراء أيضاً فيه التأييد وفيه النصر طيب نعرف الكلام دا منين من مجموعة عظيمة من الأحداث وقعت في يوم عشوراء هل لشان ما نختزلش يوم عشوراء في جانب بس ونهم الجوانب أخرى لا دا فيه أحداث ويقرأ كويس يعني من قرأ للمتقدمين سبق المتأخرين يعني مشايخنا علماء كانوا يعلمون كده فقرأوا جيداً عند المؤرخين وشوفوا لما بيتناول يوم عشوراء ذكروا الأحداث فيه إزاي قالوا إن يوم عشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون هذه واحد من الأحداث اللي وقعت فيه في يوم عشوراء لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصمون يوم عشوراء فبيسأل إيه السبب؟ إيه الحكمة؟ يعني ليه بتصموا اليوم دا؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه مين؟ موسى عليه السلام لو إن الكلام دا مش صحيح كان الوحي على طول نزل يسدد هذا الأمر والوحي على طول ينزل يعني يبين إن كان هذا الكلام صحيحاً أو غير صحيح لكن أن يقره الوحي يبقى بالفعل هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون تبتعدوا نستحضر المشهد دا بسرعة كده سيدنا موسى عليه السلام ومعاه الفئة اللي أمانت به من بني إسرائيل وفرعون من ورائهم والبحر أمامه هذا المشهد دا هو يبقى هذا سيدنا موسى ومعاه أصحابه البحر قدامه ومن وراء مين؟ ومن وفرعون اللي هم أتبعهم يعني بغياً وعدواً كمنصة القرآن على ذلك أصحاب سيدنا موسى تكلموا بمنطق الأسباب الدنيوية فقالوا إنا لمدركون خلص ما فيش أمل يعني إنا لمدركون فتكلموا بمنطق الأسباب الدنيوية سيدنا موسى عليه وهم لا يكذبون في هذا يعني محدش يدر يكذبهم في هذا الكلام لأن البحر قدامهم وراءهم فرعون وجنود سيدنا موسى لم يقل مثل كلامهم ولكن قال كلا إن معي ربي سيهدين سيدنا موسى نظر إلى المسبب الأعلى يبقى الأصحاب سيدنا موسى نظر إلى الأسباب الدنيوية البحر قدامنا فرعون من وراء لكن سيدنا موسى نظر إلى المسبب الأعلى اللي هو الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين ولا يستطيع أحد أيضاً أن يكذبه في هذا الكلام ليه؟ لأن الأسباب تنفعل أو لا تنفعل من اللي بيديها أنها تنفعل أو لا تنفعل الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين على طول جه الأمر من ربنا اضرب بعصاك البحر سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق وأصبح كل فرق كالطوض العظيم يعني عايزين نستدأ المشأ كده ضرب البحر بعصاه فانفلق كأنه انقسم قسمين هكذا وأصبح كل قسم سابت فتحول من حالة السيولة إلى حالة الصلابة يعني الماء استطراق سائل الجبل دوة صلب الفرق العظيم يعني جبل عظيم فسبحان الله جمع بين النقدين السائل تحول إلى إيه؟ إلى صلاة ويمر سيدنا موسى عليه السلام ومعه أصحابه بين الفرقين العظيمين خلي بالحضراتكم كمان إن حتى لو شننا المية من البحر في حاجة بنسميها باللغة العمية الوحل اللي موجود في البحر يعني حتى ممكن وإنت تمشي طينعا أيها ضيف تغوص الأقدم لا ربنا يسر الأسباب تماما حتى يكون السير مستقيما يبقى انفلق البحر تحول من السائل إلى الصلابة ومشى سيدنا موسى عليه السلام ومعه أصحابه سيدنا موسى لما عدى كان عايز يعمل حاجة تانية عايز يعمل إيه؟ عايز يضرب البحر مرة أخرى بالعصر فربنا قالوا لا واترك البحر إيه؟ رهوان ده إحنا عايزين فرعون ينزل كمان وراك بإيه؟ فلما سيدنا موسى عدى ومعه أصحابه وبدأ ينزل فرعون ومعه جنوده هنا بقى ربنا أمر إيه؟ إن البحر يعود كمكان فأغرق مين؟ فرعون وجنود كأن الله نجى وأهلك بالسبب الواحد اللي هو مين؟ اللي هو الماء يبقى في اليوم عشراء حصلت النجاة حصل التأييد حصل النصر لسيدنا موسى عليه السلام طيب إيه كمان من الأحداث في يوم عشراء؟ نجى الله نوحا من الطفاة وإحنا عارفين القصة كاملة وإزاي هيأ ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح إن يصنع الفلك ويصنع السفينة والأدوات البسيطة اللي يستخدمها والأدوات البسيطة اللي يستخدمها والتي تصنع على عيني فإنك بأعيننا وإزاي كان فيه الوحي المشرف اللي ينزل على سيدنا نوح وإعمل كذا وغير ذلك وصنع السفينة بحاجة اسمها يعني الحبال المجدولة طبعاً دا يحتاج إلى كلام كثير لكن في النهاية سيدنا نوح أمره الله أن يحمل معه من كل زوجين سنين وأن يأخذ معه كل من آمن بك كانوا تمالين واحد تقريباً أو يعني هذا الأمر وتخيلوا حضراتكم الماء ينزي من السماء والأرض على غير العادة يخرج منها الماء ويحصل الطفان العظيم ثم ينجي الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح ومن آمن إيه وآمن ما يا سماو أقري ويا أرض إيه إبلاعي ماكي حتى يعني في النهاية الأمر واستوى على الجودي فلما استوى على الجبل الجودي كانت النجاة لسيدنا نوح عليه السلام بعض الأخبار في كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي يقول أن سيدنا موسى نفسه كان بيحتفل بيوم عشراء لأن الله نجى نوحاً عليه السلام وبعد يأتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم عشراء لأن الله نجى سيدنا موسى عليه السلام تشوفنا الرابط المنير والعميق بين الأنبياء وهم من أول العزم إلى غير ذلك من الأمور يبقى آدي التأييد والنصر نجاة سيدنا موسى نجاة سيدنا إيه سيدنا نوح من الطفان طب يا ترى إيه كمان حصل في يوم عشراء لا عندنا حاجة بقى اسمها كسوة الكعبة نسأل الله أن يرزقنا جميعاً زيارة البيت الحرام كسوة الكعبة يعني المؤرخين بيقولوا العرب زمان كان عندهم موروز جميل أوي إيه الموروز ده كان ييجوا في شهر زي القعدة ويبدأوا يرفعوا يعني إيه سطار الكعبة شوية كده يرفعوا إلى نصف هذه الكعبة في إشارة إلى أن الكعبة يعني قد اتخذت هيئة الإحرام كويس كده وكأنها تجردت كما يتجرد المحرم الذي يذهب للحجة أو العمرة عن كل ثيابه العادية وغير ذلك في أن يأنس بزيارة البيت الحرام وهذه الشعائر بمشاعر لطيفة إلى غير ذلك ففي يومي في كسوة الكعبة كان العرب يأتون في شهر ذي القعدة ويرفعون هذه الكسوة إلى نصفها تمهيداً حتى يأتي يوم عشراء عشان يعملوا عملية تبديل وتغيير لكسوة الكعبة ضمن الأحداث التي ذكرها المؤرخون ذكر المؤرخون أيضاً أن هذا اليوم هو اليوم الذي تاب الله فيه على سيدنا آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فذكر المؤرخون أن هذا اليوم من الأيام التي تاب الله فيها على سيدنا آدم عليه السلام في أحداث تانية أيوة في حدث بقى هنمرر بسرعة كويس اللي هو استشهاد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه استشهد في العاشر من شهر المحرم سنة واحد وستين من الهجرة سيدنا الحسين كان ذهب ومعه تقريبا حاجة وسبعين من الأصحاب وآل البيت والمعركة دي اسمع معركة كربولاء بيقاتل فيه أو كانت بين سيدنا الحسين وأصحابه وبين جيش يزيد ابن معود دول بقى كانوا بأربعة ألاف مقاتل ومن ورائهم بقى السلاح والعتاد هنا ما فيه السلاح خالص يعني فسيدنا الحسين لما نظر إلى هذا العدد البسيط السبعين واحد اللي عبره عن نصفين السبعين دول نصفهم ألا بيت ونصفهم أصحاب سيدنا الحسين وأربع ألاف مقاتل يعني عشرات أمام المئات والألاف واضح أن النتيجة يعني فسيدنا الإمام الحسين أخذ فرسه وذهب إلى الجيش الآخر وقال ألا أيها الناس فانظروني من أنا أولست ابن بنت نبيكم أوليس حمزة سيد الشهداء وعم أبي أوليس جعفر الطيارة في الجنة عمي أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي أنتما سيد شباب أهل الجنة أما كان هناك حاجز يحجزكم عن قتلي وانتهاك حرمتي فسيدنا الإمام الحسين يعني يا جماعة أنا فلان ابن فلان كذا كذا عشان يريد أن يقضي لا يريد أن تكون هناك حروب أو غير زائل لكن بدأت المعركة وفي هذه المعركة كان أول من استشهد سيدنا علي الأكبر ابن سيدنا الإمام الحسين وكان سيدنا علي الأكبر صائم في هذا اليوم وكان يعني ما كانش صائم كان في هذا اليوم كان عطشان في هذا يعني يقاتل وهو عطشان فيذهب إلى أبي العطش فكان أبو يقول له اصبر بني فإنك لا تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله بنفسه تمام كده فأخذ يقاتل علي الأكبر وكان يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي ولا أزال اليوم أحمي عن أبي تالله ما يحكم فينا ابن الدعي كان يقول هذه الكلمات ويقاتل وهو عطشان ويعود إلى أبي وأبي يصبره حتى يعني جاءه سهم في عنقه فوقع شهيد كان أول شهيد في هذه المعركة وكأن سيدنا الإمام حسين صدق أنه لن يمسي حتى يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المعركة حتى غربت شمس يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم سنة 61 من الهجرة ووقع الإمام الحسين شهيدا بعد أن وجدوا في جسده أكثر من 33 طعنة وضربة برمح إلى غير ذلك فمن الأحداث التي وقعت في يوم عشراء أيضا استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنه طب دكتر أسامة كمان عايزين نعرف العبادات المفضلة في يوم عشورة وتسوع كمان لأنه يعني في ناس بتصوم اللي ربنا طبعا بيقدرها تسوع وعشورة وإيه كمان العبادات المفضلة اللي نقدر نحن نعملها في هذه الأيام جميل جدا أن حضرتك أشرت اليوم تسوعاء لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشرف المستقبل فكان بيقول لأن عشنا إلى العام المقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لأصومنا التاسعة والعاشر لكن طبعا إيه يعني ما حصلش يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا ناخد من هذا النص وهذا الكلام المنير على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نصوم يوم 9 مع يوم عشورة إحنا عندنا صيام يوم عشورة لتلات أحوال إما أن حضرتك تصوم يوم عشورة وقبل يوم وبعد يوم يبقى 9 و 10 و 11 أو تصوم يوم عشورة وقبل يوم 9 و 10 لكي النبي قال لو عشنا للسنة اللي جاية هصوم التاسع والإيه والعشر أو تصوم يوم عشرة بس طيب افرض إنسان مش قادر يصوم وإنسان ما عندهش طاقة على هذا طب هيضيع عليه الأدر لحنا اتفقنا ومنحة من الله سبحانه وتعالى وما دامت ثبتت خصوصية لهذا اليوم يبقى تقرب إلى الله في هذا اليوم بجميع الأعمال الصالح وعايز أقول معنا للمشاهد الكريم عشان يهدأ بالا كبير يعني إيه عمل صالح العمل الصالح ده هو كل عمل يعود نفعه وخيره عليك وعلى غيرك أي عمل صالح يعني الإنسان إذا أتقن في مهنته في حرفته في صنعته في تجارة في زراعة في صناعة هو كده أتقن في هذه الصنعة فيعود النفع عليه وعلى مين المستهلك اللي هو يستهلك هذه الصنعة أو المهنة فيما بعد فده اسمه عمل صالح يبقى لك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الطعاة والعبادات منها الدعاء منها قراءة القرآن منها ذكر الله سبحانه وتعالى منها الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه هذه الفضائل يبقى كل عمل تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى يعد من الأعمال الصالح وعايز أقول لحضرتك كمان بشارات إلا يعمل عمل صالح زي ما قلنا المعنى أي عمل يعود بالخير والنفع على حضرتك وعلى غيرك ده بيسبقك للجنة وأنا عمل صالحا يبقى نقول إيه فلأنفسهم يمهدون إيه يمهدون دي؟ يمهدون دي جاء من المهد والمهد ده نسمع عن حاجة اسمها مهد الطفل أو مهاد الطفل إيه مهد الطفل ده؟ ده الفراش بتاع الطفل طب أنا لما أحب أخلي الطفل يسكن كده وينام ويرتاح لازم بعمل إيه؟ بعمل عملية تهيئة نجد الراحة والسكون فشوف الوصف الإلهي فلأنفسهم يمهدون حضرتك لما تقدم عمل صالح وهو ده سبب وجود حضرتك معنا النهاردة اللي احنا برضو بنمهد للمسلمين في الأمة العربية والإسلامية بشكل عام فكرة التمهيد ليوم عشوراء علشان خاطر يبقى يوم مليء بالأعمال الصالحة ونقدر لإحنا نجني ثمار هذا اليوم بيعني ربنا يتقبل ويغفل لنا سنة قبلها دكتور أسامة فخري مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف بنوشكل حياة فاني معنا وجودك معنا في صباح الخير وكل سلام حياة طيب كل خير